السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبتم الذي لم يكتب يقف الصدق من جاه كله كتب وصحة صحة صحة لماذا ما في مشكلة قلنا اسأل زملائك يا أخي خليك واقف خليك واقف وأنت لماذا لا تكتب ما عندكم هنا دفتر تعطوه ورقة ما عندكم ورقة واحد يعطي ورقة ورقة واحد وانت يعطي ورقتين هذا ورقة وهذا ورقة يلا عطو بقية كتبوا كلهم هاي الشخل بقية كتبوا هل يوجد فائدة من الكتبات هل يوجد فائدة من الكتبات كتابة أو لا هل يوجد فائدة من الكتابة أو لا؟ لماذا الكتابة تثبت بإذن الله معلومات لماذا؟ لأنه بإذن الله معلومات تتكلم 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 طيب نبدأ إذا أترك جوالي يا شخ يا أستاذ تتكلم تتكلم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياتي أعمالنا ويهده الله فلا مضل له وميضل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول يوجد متون علمية أوصى بها العلماء نعم منها الأصول الثلاثة كتاب التوحيد القواعد الأربع لا أحد يكتب يا شيخ انتبه معي أشهد اترك كتابه بعد أن تأخذ هذا الفيديو أو نعيد ونراجع وتكتبه بعد الدرس نعم نعطيكم وقت للكتابة طيب الأصول الثلاثة هي تقريبا خلاصة لكتاب التوحيد تقريب أو مدخل الأصول الثلاثة is like an introduction to كتاب التوحيد نعم إما خلاصة أو مدخل يعني حتى تدرس الكتاب الكبير لابد نعطيك شيء حتى تدخل فيه نعم نعم كشف الشبهات هذا كتاب كبير الخلاصة لكتاب كشف الشبهات القواعد الأربع تمام لماذا لا نبدأ بكتاب كشف الشبهات يعني هنا الآن مقرر مكتوب في الدورة أننا ندرس كشف الشبهات لماذا لم نبدأ الآن بكشف الشبهات وبدأنا بالقواعد الأربع الآن نريد ندرس القواعد الأربع نعم نريد أن نبدأ بكتاب كشف الشبهات وبدأنا بكتاب كشف الشبهات لأننا لا يمكن نفهم الكتاب الكبير قبل أن نفهم المختصر نفهم المختصر أولا ثم نتدرج نعم نعم لأننا لا يمكن ندرس بكتاب كشف الشبهات لا يمكننا ندرس كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد تمام فهذا تستعملها دائما وترتاح من الشبه أي إنسان يذكر لك أي شبهة لا تسمع هذا أحسن طريقة واش تقول تقول هذا الكلام الذي تذكر أنا لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه ولا أريد أرد عليه ولا أريد أسمع أصلا شيء من هذا لماذا يقول اسمع لأنك أنت نقول من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم البين and your reply to him is that I'm not listening to you because you are from those people whom Allah has alluded to in the Quran that you are those who follow the متشابه that which is ambiguous and you leave the muhkam that which is clear وترتاح and then like this you remain comfortable من كل الشبهات من كل الشبهات مرة أخرى مرة أخرى الرد على الشبه how to reply or react to any doubt يكون من طريقين it's through two ways طريق مجمل هذا يعرف كل موحد كل موحد ليس العلماء فقط كل موحد طالب علم أو عامي so there is a general manner of replying to every single doubt and this general method is known by every person of Tawheed not just the scholars whether it's a student of knowledge or common muslim every person knows this وَاِغْلَاقَ الشُبْح and that is to block and prevent the doubt in the first place وَعَدَمَ السَّمَاعِ لَهَا إِطْلَاقًا and don't listen or open yourself to that doubt وَهَاذَا كَانَ عَلِهِ السَّلَفَ الصَّالِحِ بَلَّ الْعُلَمَاءَ عَلَى هَذَا and this is what the Salaf were upon in fact the علماء are upon this الثاني يسمي العلماء رد مفصل and then the second manner of replying to these doubts or reacting to these doubts is what the علماء have called that which is more detailed هذا يكون من العلماء الربانين الكبار and this is from the major older most senior scholars يفصل في الشبهة ويأتي بكل شبهة والرد عليها in that they deal with every doubt in detail نعم إذن آل كثير من الناس اليوم ما هو the state of the majority of the people today what is it يسمع الشبهة that they open themselves to the doubt وينظر في الشبه في يوتيوب وفي الوسائل التواصل they listen and they look at these doubts whether it's through youtube or social media وأكثر مشاهدات لأهل الباطل نسل عاف والسلامة من كثير من أهل السنة والجماعة والله and unfortunately the majority of those clips are being viewed by أهل السنة those clips and those doubts which are being spread by the people of falsehood on youtube the majority of the views are from the people of the sunnah سبب البخاري سبب البخاري الإمام البخاري so a person insults الإمام البخاري سبب الإمام البخاري المشاهدات له أكثر من إثنين مليون وأكثرهم سنة a person insults الإمام البخاري and the views reach 2 million and the majority of those views or many of those views are from the people of the sunnah والدفاع عن الإمام البخاري متى مشاهد أكثر شيء هي أقل من متى and a person defending الإمام البخاري may get 200 views or less لو يسب إنسان أمك if a person insulted your mother حتى ولو كانت كافر أمك even if your mother was a non-Muslim but somebody insulted her تشاهد المقطع مقطع سبب لأمك would you view the clip تشاهد يقول لا تنشر would you spread that clip تنشر القروب تقول انظروا ماذا قال هذا الخبيث would you spread that clip in a WhatsApp group and then say but look what this khabith is saying نعم لا كيف نشاهد سبء أم كل مؤمن أم المؤمنين عائشة رضي الله وننشر so if you're not willing to spread a clip to the people of somebody insulting your mother then how can you spread a clip of people insulting the mother of all of the believers meaning عائشة رضي الله عنها بل طالب من الطلاب صنع قناة خاصة للشبه ولي أهل الباطل قناة خاصة لهم ينشر باطلهم لماذا قال حتى ينتعلم الباطل حتى يدخل الباطل إلى القلب وتدخل الشبه إلى القلب ولا تخرج هذا القصد أعوذ بالله in fact there are some streams of knowledge and they have a whole channel a whole youtube channel and it's dedicated to gathering and posting clips of doubts and misguidance and if you ask that person that why are you doing this he says so we can learn the falsehood so we can learn to stay away from the falsehood but the reality is that this is being done so those doubts and that falsehood it enters into the hearts of the people and people are affected by those doubts and then they cannot save themselves from those doubts كيف تشاهد السبب تشاهد وتسمع سبب الرب كيف how is it possible that you are listening and viewing insults regarding Allah الرب the Lord كيف تشاهد سبب النبي صلى الله عليه وسلم how can you view and look at the prophet صلى الله عليه وسلم being insulted كيف تسمع وتشاهد سبب الدين سبب الصحابة رضا الله عليه and how can you listen to and view the insulting of the religion of the صحابة هل هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق الصحابة رضا الله عليه and was this the way of the prophet صلى الله عليه وسلم and his صحابة تسبب وتشاهد الصب that they are insulted and then you are viewing that insult الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه سيد وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الذي يبقى يشاهد السب والاستهزاء ويبقى في مكان فيه سب والاستهزاء ويشاهد هو مثل الساب المستهزئ لازم ينكر إذا ما استطاع ينكر ينصرف and Allah سبحانه mentioned in the Quran the meaning of which is verily it has been mentioned to you in the book that when the آيات of Allah are disbelieved in and when they are mocked that you turn away and you do not listen otherwise you shall be similar to them نعم إذن إما إذا كنت في مجلس تسمع فيه سب والاستهزاء أنت واحد من اثنين إما أن تنكر بالتي أحسن إذا ما استطعت تنكر تنصرف بقيت في المجلس بدون إنكار أنت مثل الساب المستهزئ and so if you're in a sitting or gathering in which something from the religion is being insulted or mocked then you react in one of two ways either you repel that doubt and you reply in a manner which is good and if you're not able to do so then you immediately leave that gathering otherwise you are equal to that person who is doing the insulting ماذا يصنع علماء السلف the scholars of the salaf how did they used to react هل كانوا يسمع الشبهات did they used to open themselves up to the doubts نعم أو لا yes or no لا طب أنت أفضل من علماء السلف so if they did not used to do that then are you better and more virtuous than the scholars of the salaf لماذا تسمع so why do you open yourself up to the doubts الآن لو أغلقنا هذا الباب وفتشنا الهواتف and we check the mobile phones إيش نجد what will we find نجد شبهات كثيرة we'll find many doubts عند من with whom عند من يدعي أنه على طريقة السلف with those people who claim that they are following the way of the salaf كان العالم من علماء السلف العالم من علماء السلف إذا مر برجل من أهل البدع ماذا يصنع a man from amongst the scholars of the salaf a scholar from amongst the salaf whenever he would pass by a man who wanted to try to influence him with certain doubts how did he used to react ماذا يصنع يضع اسبعي بأذني هكذا العالم he used to place his fingers in his ears like this and he was a scholar لماذا why يخاف because he was fearful and scared عالم و يخاف a scholar and yet fearful e و يقول ولا نصف كلمة وبعضهم كان يقول إذا تريد أسمع منك امسك الشمس تطيع تمسك الشمس بيدك لا إذن لا يمكن أسمع لك حتى تمسك الشمس and some of them would say in reacting to that person that if you want me to listen to you some of your doubts then hold on to the sun and if you're able to hold on to the sun meaning pause the day then I will listen to you otherwise I will not إذا لا نفتح للناس باب الشبه and therefore we should not open for the people a door of doubts دعوة غير المسلمين كيف تكون as for giving دعوة to the non-Muslims what's the correct method نقول عطونا الشبه نرد عليها do we say to them that give us your doubts show us your doubts and we can reply to them هكذا لا قل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله إذن أول شيء نبدأ به في الدعوة إيش توحيد the correct method was stated by the Prophet صلى الله عليه وسلم he said let the first thing you call them to be is شهادة لا إله إلا الله and in another narration of the hadith إلا أن يوحد الله that they should establish the توحيد of Allah so the first point of دعوة to the non-Muslims is simply inviting them to توحيد بعض الناس متخصص في الشبه and there are some people who are experts in doubts شغل الشاغل الشبه and his his whole dedication and occupation is doubts وينشر and he's always broadcasting these doubts ويسأل and he questions بالأمور متشابهة يسألك and he's always delving into or questioning you questioning you regarding the متشابهات those matters which are ambiguous ويقول أجبني الآن and then he demands an answer from you then and there من أنت حتى أجيبك أنا لا أجيبك and who are you such that I need to give you an answer I want to answer you مثلا الآن عندنا هنا for example right now here مشكلة العذر بالجهل there is an issue with regards to العذر بالجهل هل يعذر إنسان بجهل أو لا الآن أجب هكذا نعم there is an issue of contention and that is with regards to العذر بالجهل meaning whether a person is excused by way of ignorance and the attitude is is a person excused by ignorance answer me right now give me the answer right now صحة أو لا هل هذه طريقة سلف and is this the way and the path of the سلف إذن عندنا خلل في هذه المشكلة therefore we have a deficiency in this area إذا دخلت الشبه إلى قلبك صعب تخرج because when a doubt enters into the heart of a person it's very difficult for that doubt to be removed لازم تصنع حرس حدود تضع حرس تبعد الشبه ما تدخلها أبدا and therefore you have to place around you certain obstacles or like security which prevents the doubts from reaching you ماذا تدخل ماذا تدخل and what do you allow to enter into you ماذا التوحيد نعم لأن الشبه لا تنتهي because what do you allow to enter in التوحيد because these doubts they never cease والرد على كل الشبه ترك الشبه and the best manner to reply and refute every doubt is to abandon those doubts كان عندي دورة في فرنسا I had a conference in فرنس وقالوا أنه يوجد شاب سبت عشر سنة تقريبا فرنسي الأصل عنده بعض الشبهات يريد يسلم لكن عنده بعض الشبهات هل يمكن خمس دقائق نجلس معه ربع ساعة and they told me there is a young french boy about 17 years old and he wants to enter into islam however he has certain doubts and can we sit with him for five minutes to try to clarify these doubts دخلنا أنا والمترجم وهذا الشاب إلى الغرفة so myself and this young french boy and a translator all three of us we entered into a private room قلت له يعني عن طريقة المترجم أنت تعرف أن الإسلام حق so I spoke to the young boy by the translator and I said to him do you appreciate and know that islam is the truth قال نعم and he said yes قلت لماذا لا تسلم so I asked him if you know it's the truth why don't you accept islam قال عندي بعض الشبه he replied that I have certain doubts قلت ممتاز تمام أفضل شيء أن هذه الشبه إذن باطلة وانتهى الموضوع and I said to him okay excellent now that you've admitted now that you've admitted that you have doubts the fact that a doubt is only a doubt means that it's false قال لي المترجم المترجم the translator said to me قال لي لماذا لا نسمع منه الشبه the translator said to me why don't we listen to some of his doubts وانا أترجم and I will translate those doubts قلت هذا ليس عملك and I replied that this isn't your role here أنت عملك وانا تترجم your only role here is to translate تريد تسمع منه ابقى وانا أمشي if you want to listen to him if you want to listen to him I'll leave and you can stay listening to him قال خلاص so the translator said okay فقلنا لهذا يكفي في رد الشبه أنه شبه وانتهت لماذا لا تسلم ولماذا لا تدخل باليقين وهذه الشبه ولماذا لا تدخل في الإسلام so the intent behind the sheikh statement was that you have already admitted that you are 100% certain about Islam but you have certain doubts the fact that there are doubts this is sufficient to show that they are false why don't you go back to that which you know and therefore enter into Islam نعم قلت له أنت لا تشك ان الإسلام حق meaning you have no doubt that Islam is the truth أسلم therefore accept so he replied that let me think about it until tomorrow قلت تمام متى تأتيني غدا so I said to him okay but what time will you come to me tomorrow قلت مثل هذا الوقت he said similar time as today قلت تظمن لي تأتي غدا مئ بالمئة I said to him can you guarantee to me that 100% you will be available at this time قلت لا ما أظمن he said I can't guarantee this تسلم الآن so I said to him then accept Islam now قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد العبد الرسول نعم نطق الشهادة and then he verbalized the شهادة مترجم أخرج الجوال يريد يصور هذا and then the translator he took out his phone and he wanted to video it قلت للمترجم لو فتحنا باب الشبه ما انتهينا الآن so then I made the translator understood or understand that had we opened the door to listening to his doubts then we would never have finished صح أو لا أغلق الشبه جربوا هذه الطريقة في مركزين للدعوة عندنا هذا مركز وهذا مركز هنا جاءوا بخمسين امرأة من الفلبين وهنا خمسين امرأة من الفلبين هنا الدعوة للتوحيد فقط دون مناقشات دون أي شيء هنا الدعوة بالمناظرة نعم هذا عندكم نعم عندنا مركزين خمسين خمسين داعية داعية هنا التوحيد هنا شبهات ورد عليها and we carried out an experiment or this was known in Saudi Arabia simply to explain توحيد the other institute the method of دعوة which they utilized was to try to invite the doubts and then reply to each doubt in detail بعد شهر النتيجة هنا في المركز الأول الدعوة بالتوحيد أسلم أربعين امرأة يقول الداعية والعشرة في الطريق بإذن الله المركز الثاني المناظرة as for the second institute in which the method was debating and discussing doubts يقول أسلمت واحدة ويقول لكن أتعبتني هذه المسلم أتعبت ويقول التي أسلمت يعني يقول رسائل أسئلة كل يوم يعني شهر كامل كل يوم تسأل وكل يوم تأتي بشبهة ويرد ومن تهين يقول and the da'i in the second institute mentioned that for the whole month it was doubts after doubts a new doubt a new reply a new message and there was no finish to this إذن علاج الشبهات and therefore the cure to all of these doubts is عدم السماع لها that you don't open yourself up to listening to those doubts وقلنا بعض الطلاب ليس عنده عمل إلا الشبهات and we said that some of the dua the only لا الطلاب some of الطلاب the only he's sharp he's always checking all of the some of the الطلاب the whole occupation is just doubts لا لم يبقى له في العلم إلا أن يبحث في الشبهات that this person is as if he has nothing remaining from knowledge except to research these doubts ما بقي له في العلم إلا يبحث في قصة حاطب رضي الله عنه حاطب رضي الله عنه كتب رسالة لكفار مكة قبل فتح مكة نعم it's as if this person has nothing left in terms of seeking knowledge except to research the story of حاطب رضي الله عنه the well-known story when he wrote a letter secretly to the Quraysh or to the kuffar of مكة لماذا تبحث في هذا لكي لكي the need to research this issue لكي تتعلم ماذا ماذا تتعلم I want to learn hypocrisy هذا نفاق and this was hypocrisy researching regarding the صحاب in this manner this is نفاق من دافع عن حاطب من and who is the one who defended حاطب رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى نعم نعم ودافع النبي صلى الله عليه وسلم it was الله سبحانه who defended حاطب رضي الله عنه and it was the Prophet صلى الله عليه وسلم who defended حاطب رضي الله عنه and it's an obligation upon every single Muslim that he defends حاطب رضي الله عنه كيف تبحث في هذه المسائل قال أريد أبحث في الخلافة الذي كان في زمن علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه like those who say that they want to research those issues and that خلاف which occurred during the time of علي and معاوية رضي الله عنه كتب تاريخ أقرأ فيها they are just history books which I am reading مؤلف من أهل السنة and these history books have been authored by people of the sunna ما رأيك لا نقرأ أيضا they say what should we not read those either لا لا تقرأ don't read من يقول هذا and who said this الشيخ ابن عثمين this was his advice يقول لا نقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي تحكي ما شجرة بين الصحابة هذا يقول ابن عثمين يقول لا يجوز النظر في هذه الكتب الشيخ ابن عثمين رحم الله he mentioned that we do not read those books which have been authored by أهل السنة والجماعة which mention that which occurred between الصحابة الشيخ ابن عثمين he mentions that it is حرام for us to look into these books لماذا لماذا لأن ممكن يقع في قلبك شيء صح على الصحابة على عثمان رضي الله عنه على معاوية على علي رضي الله عنه وإذا وقع في قلبك شيء هذا بدأ النفاق شبه تدخل why was this the advice of الشيخ ابن عثمين رحمه الله because perhaps through you opening yourself up to reading those matters maybe something may enter into your heart with رغاست عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله and then this is the beginning point of نفاق كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام and everything which leads or is an avenue to حرام is in itself حرام قال يعني لا أتعلم and if that person replies do you not want me to learn نقول لا تتعلم النفاق تعلم حب الصحابة we replied to him that yes we do not want you to learn نفاق but we want you to learn the love of the صحابة تعلم الدفاع عنهم ذكر محاسن القوم الترذي عنهم we want you to learn to defend the صحابة and to love the صحابة and الترذي to be pleased and say رضي الله عنهم with regards to الصحابة those people who insult the صحابة may Allah be pleased with them هو قطع نا في الله الذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في أربعة أشياء طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة that person who insults the صحابة has in reality insulted four matters the insulting of the صحابة is firstly insulting الله secondly it is insulting the Prophet صلى الله عليه وسلم thirdly it is insulting the deen of islam and fourthly it is insulting those individuals الصحابة and pious of people and also insulting the صحابة is an insult of the Prophet صلى الله عليه وسلم because a person is upon the path of his close friend وإذا نطعم فيهم إذا نقل لنا الدين من أشخاص غير ثقات نعم and insulting the صحابة is an insult of the religion why because it was the صحابة who conveyed to us the religion and only trustworthy people convey the religion واضح and then of course it is an insult upon those individual companions خمس دقائق تكتبوا طريقة أهلا السنة والجماعة في عدم السماع للشبه وأن الرد على الشبه مجمل هذا يعرف كل أحد مفصل للعلماء مجمل تغلق الباب so five minutes break to allow you an opportunity to write the various benefits and how we should reply to the doubts and the reply is in two ways that which is general and that which is more detailed